مجلس النواب العراقي يستعد لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من قائمة المرشحين اليابان تستبعد فرض حالة الطوارئ في توكيو رغم ارتفاع إصابات كورونا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة توجيه تكافل وكرامة لغير مستحقية الثالث مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم العراق على موعد مع استحقاق انتخابي جديد حيث يستعد مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد إكمال قائمة المرشحين هذا الخبر والمزيد نتابعه مع حضراتكم في سياق هذه النشرة يستعد مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس الجمهورية حيث تقرر عقد جلسة اليوم لإعلان أسماء المرشحين بعد إتمام تطقيقها كانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت أن عدد المرشحين لرئاسة الجمهورية بلغ 26 مرشحا أحدهم مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة مؤكدة تسليم النتائج بشكل رسمي إلى رئاسة البرلمان يشار إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي قد حددت يوم السابع من فبراير المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وكان البرلمان العراقي الجديد عقد في التاسع من يناير أول جلسة له بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي حيث تم انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للسنوات الأربع المقبلة قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن زمن التدخلات الخارجية بتشكيل الحكومات العراقية قد ول وأوضح الحلبوسي في تغريدة على هامل زيارته إلى النجف واجتماعه مع عدد من القيادات السياسية بينهم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارازاني أن اليوم يشهد تحرك جبال العراق وسحرائه إلى النجف الأشرف بهدف مباحثات حكومية عراقية وطنية خالصة لا شرقية ولا غربية ميدانيا أعلنت خلية الأعلام الأمني العراقي القاء القبض على قيادين في تنظيم داعش الإرهابي وأحد معاونيه في محافظة نينوى شمالي العراق وذكر بيان للخلية أنه استمرارا للعملية الاستخباراتية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباراتي فقد تمكنت الوكالة من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة إرهاب لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابية وإلى محافظة الأنبار غربي العراق حيث أعلنت الاستخبارات العسكرية ضبط وكر لتنظيم داعش الإرهابية يحتوي على عبوات ناسفة وقضائف في مدينة حديثة وذكرت الاستخبارات أن عناصرها تمكنت خلال البحث والتفتيش في منطقة بحياب مدينة حديثة ومن ضبط وكر لتنظيم داعش الإرهابية يحتوي على سواق تفجير وعبوات ناسفة وقضائف هون وقد أشرت أنه تم تدمير المواد موقعيا دون حدوث أي أدرار أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية بأشد العبارات استمرار قوات الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الإمارات وقالت الوزارة في بيان لها أن صمت المجتمع الدولي تجاه اعتداءات قوات الحوثي المتكررة ولتهديدها الأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف المناطق المدنية والمدنيين في ظل عدم وجود رادع دولي كما أدان البرلمان العربي بشدة إطلاق قوات الحوثي صاروخا باليستية تجاه دولة الإمارات والذي اعتردته الدفاعات الإماراتية بنجاح ولم ينجم عنه أي خسائر وأكد البرلمان العربي في بيان أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجز من الأمن القومي العربية مشددا على أن هذه الأفعال لن تثني دولة الإمارات عما تقدمه من خدمات إنسانية لشعب اليمن الشقيق وقد حمل البرلمان العربي المجتمع الدولي المسئولية الكاملة لاتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها ومن يدعمها بالمال والسلاح هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن إدانتها للهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات الحوثي واستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن قوات الحوثي تواصل شن هجمات تهدد المدنيين وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا سقطت بقايا خارج المناطق المأهولة بسكان انطلقت جلسة البرلمان الليبي اليوم في مدينة طبرق لمناقشة خارطة الطريق المستقبلية وفتح باب الترشح لتشكيل حكومة ليبية جديدة تتولى عملية الإعداد للانتخابات في أقرب وقت وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح نظر المجلس ملف ترشح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة وقد دع صالح خلال كلماته في جلسة البرلمان مقرر الجلسة لاستلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة وكذلك التأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة قالت رئاسة اللبنانية إن الرئيس اللبناني وعد الشعب بأن المساءلة آتية فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصر في لبنان المركزية يذكر أنه في وقت سابق هذا الشهر قال اتحاد موظف البنك المركزي اللبناني إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة وأنه قد يعرقل ذلك محاولات إجراء تطقيق جنائي أعلنت الشرطة السودانية مقتل أحد المتظاهرين وتعارض ضابط لإصابة بالغة باليد بإضافة إلى إصابة 62 من أفراد الشرطة و7 من المتظاهرين وأوردت وكالة الأنباء السودانية أنه تم القبض على 56 من مثير الشغب على خلفية تظاهرات الثلاثين من يناير ببعض الولايات حيث تجمهر عدد من المتظاهرين وقاموا باقتحام القصم الأوسط بأم درمان وإطلاف النوافذ والزجاج ترجمة نانسي قنقر أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعضية في ألمانيا تسجيل 78 ألفا و318 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة وبهذه الحصيلة ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى أكثر من 9 ملايين و815 ألف إصابة وأشارت البيانات كذلك إلى تسجيل 61 وفاة جديدة بكورونا لتصل حصيلة الوفيات إلى 117 786 حالة أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة قال رئيس بلدية لندن صادق خان إنه على الحكومة أن تقدم بشكل عاجل دعما طويل الأمد تحتاج إليه هيئة النقل وذلك بعد أن هجر المستخدمون شبكة المترو والحافلات بسبب العزل المتكرر والعمل من بعد بسبب جائحة كورونا وقد لوح خان بخفض وطيرة حركة النقل أو حتى إغلاق أحد خطوط المترو مع قرب نفاذ الدعم الحكومي لخدمات النقل العام في لندن في الرابع من فبراير بعد شالل انفرضته جائحة كورونا هجر المستخدمون شبكة المترو والحافلات في لندن بسبب العزل المتكرر والعمل من بعد وهي إجراءات فرضتها موجات الجائحة المتعاقبة ما أرغم الحكومة على ضخ عدة مليارات من الجنيهات لإنقاذ الشركة المشغلة ويتبادل كل من الحكومة ورئاسة بلدية لندن المسؤولة عن هيئة النقل العام في العاصمة المسؤولية لإيجاد تمويل المستدامة حيث تعتبر المسألة عاجلة لأن الدعم الحكومي للحفاظ على المستوى الحالي لخدمات النقل العام في لندن سينفد في الرابع من فبراير القادم في وقت يلوح فيه رئيس بلدية المدينة صادق خان بخفض وطيرة حركة النقل أو حتى إغلاق أحد خطوط المترو من جهتها دعت وزارة النقل الرئيس البلدية إلى تحمل مسؤوليته وإعادة هيئة النقل في لندن إلى وضع مالي قابل للاستمرار بدلا من مطالبة الدولة باستمرار بإنقاذها وتتردد البلدية في رفع الضرائب المحلية التي تعتبرها عقوبة غير عادلة تفرد على سكان لندن لكن رئيس البلدية اكترح زيادة في الموازنة المقبلة ولا يزال يطالب الحكومة بحوالي 1.7 مليار جنيه لتمويل هيئة النقل العام حتى أبريل من عام 2023 وبالرغم من الأزمة فإن هيئة النقل في بريطانيا تتعافى بمستوى يصل إلى 80% هذا العام لكن ذلك لا ينفي وجود ثغرة في الإرادات لابد من سدادها بينما تدرس الشركة عدة أفقار لزيادة دخلها من خلال المشاريع العقارية التجارية أو حتى الخدمات الاستشارية أفاد متحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا جزيندا أردرن أن نتيجة اختبار كورونا لاحتمال إصابتها بالفيروس قد جاءت سلبية وذلك بعد أن تم اعتبارها مخالطة لحالة على متن رحلة داخلية وأوضح المتحدث أنه لا يزال مطلوبا من رئيسة الوزراء التزام العزلة حتى نهاية يوم غد حيث من المتوقع أن ترأس أردرن اجتماع مجلس الوزراء عن بعد وكانت قد أعلنت أنها تعزل نفسها بعد اتصالها الوثيق بشخص مصاب بكورونا خلال رحلة جوية في الثاني والعشرين من يناير في كندا نظم عدد من صائق الشاحنات عددا من المسيرات الاحتجاجية ضد تفويض التطعيم ضد فيروس كورونا لصائق الشاحنات الذين يقضون الطريق العابرة للحدود ويقول منظم الاحتجاجات ضد اللقاحات التي اكتاحت وسط مدينة أوتاوة إنهم يعتزمون تنظيم المزيد من المظاهرات في العاصمة حيث تكافح الأعمال التجارية بالقرب من مبنى البرلمان في أوتاوة للبقاء مفتوحة مع انتشار المتظاهرين قالت السلطات الروسية إنها سجلت عددا قياسيا للإصابات اليومية مع انتشار السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد هذا وقد قفز عدد الإصابات الجديدة إلى أكثر من 124 ألف إصابة ارتفاعا من 121 ألف إصابة خلال اليوم السابق كما سجل فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الفيروس حوالي 621 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكد رئيس الوزراء اليابانية فوميو كيشيدا أنه لا يفكر بعد في إعلان حالة الطوارئ في العاصمة توكيو في ضوء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا مدفوعة بمتحور أوميكرون شديد العدوى تصريحات كيشيدا تأتي وسط تزايد الضغوط على الحكومة المركزية لإعادة فرض حالة الطوارئ مرة أخرى في العاصمة حيث بلغت نسبة أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا نحو 48.5% وحاليا تم وضع توكيو 33 محافظة من أصل 47 في اليابان في حالة شبه طوارئ تسمح للسلطات المحلية بمطالبة المطاعب والحنات بتقصير ساعات عملها بدأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم تقديم الغرعة الثالثة من لقاحات فيروس كورونا في توكيو وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر وتلقوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل ستة أشهر على الأقل مؤهلون للحصول على جرعة لقاح مودرنة ومن المقرر أن يتم تلقيح 720 شخصا يوميا من الاثنين حتى السبت المقبل بالجرعة الثالثة رصدت الصين حوالي 119 إصابة جديدة بكورونا خلال الأيام الأربعة الأخيرة بين أفراد على صلة بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها العاصمة بكين وقال منظم الدورة أن السلطات فردت حلقة مغلقة للفصل بين المشاركين والعاملين ووسائل الإعلام وبين الجمهورة ومن المتوقع أن يشارك في الألعاب نحو 3000 متصابق بالإضافة إلى المدربين والمسؤولين والحكام ومنذوب الاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام وتستمر الألعاب من الرابع إلى 21 من فبراير القادم في الهند أعلنت وزارة الصحة تسجيل 209 ألاف وتسعمائة وثمانية عشر إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41 مليون وثلاثمائة ألف حالة وأضافت الوزارة في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 959 وفاة جديدة بسبب الفيروس لتصل حصيلة الوفيات إلى 495 ألفا وخمسين حالة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا الدكتور ياسر الشربيني دكتور شربيني بعد التحية ما هي آخر التطورات المتعلقة بتفشي كورونا وتحديدا المتحور أوميكرون بالقارة الأوروبية أشكر لحضرتك على الاستدافة الحقيقة أن أوميكرون يشكل خطرا دائما على الناس ليس في أوروبا وحدها ولكن في كل أنحاء العالم ولكن الذي تم تأكد منه أن التشار الأوميكرون مرتبط بعدم التطعيم أغلب الناس اللي بتدخل المستشفيات بالإصابة بالأوميكرون بإصابة شديدة تكون غالبا من أكثرهم من غير المتطاعمين ضد الباكسين ولذلك الحكومات البريطانية وأغلب الجول الأوروبية مركزة على إعطاء الجرعة الثالثة للباكسين التي بتؤمن من دخول المستشفيات والإصابة بالمرض أنصح الجميع بالتطعيم إن شاء الله مدى تلقي الجرعة الثالثة في ألحاء القرر الأوروبية يعني كيف تقيم أعداد من تلقوا هذه الجرعة الثالثة وإلى أي مدى هذه الجرعة يمكن أن تقلل من أعداد الإصابات والوفيات على حسب الأرقام اللي تم رزها أكثر من 65 مليون شخص في المملكة المتحدة تم أخذ الجرعة الثالثة لهم بيقلل نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 85% وبالتالي نسبة دخول المستشفات بتكون أقل بشدة ونسبة الوفيات سنعاد تقريبا فده كما هو واضح من النظام الصحي البريطاني أما في أوروبا فأغلب الدول الآن بيتشجع على الجرعة الثالثة لأنها أثبتت كفاءة فيما مع حدوث المرض وانتشاره برأيك دكتور ياسر متى سوف يتم السيطرة بشكل كامل على هذه الموجة الجديدة من تفشي فيروس ورأيك في الأراء التي تقول أن أوميكرون يعتبر من الموجات الأخيرة لتحور كورونا في العالم رأيي أنا شخصيا علشان ينتهي الكورونا من العالم لابد من تطعيم أغلب الناس في أنحاء الأرض لأن طالما هناك غير متطاعين سينتشر المرض فيهم وسيستمر وسزع تحورات جديدة فالتطعيم هو الحل الوحيد للأمراض الفيروسية وحتى إن ظهرت تحورات جديدة فإن التطعيم بثلاث جرعات قد يقي بنسبة 30% من أي إصابة بأي متحور أخر إلى أي مدى يتوقع أن تنجح هذه الجرعات المعززة الجديدة من اللقاحات في تقليل نسبة الإصابات الفترة المقبلة؟ على حسب الأرقام اللي احنا شايفنا في إنجلترا هي بتقل الإصابات بنسبة 90% أو 85% صحيح الأعداد شكلها منتشر أو عالي لكن الأعداد بتقل تدريجيا وأغلب الإصابات بيكونوا في غير متطاعين بثلاث جرعات من التطعيم أي نوع من الأنواع التطعيمات يعتبر استكتر لكن أكثرهم على الإطلاق بالجرعات الثالثة وفايزر ومودرل دكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ببريطانيا شكرا جزيلا لك يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الأزمة الأوكرانية بناء على طلب من الولايات المتحدة يأتي ذلك في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة من حلفائها مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي الجودة لإثناء روسيا عن مهاجمة أوكرانيا وكانت أوكرانيا من جانبها قد دعت روسيا لسحب قواتها المحتشدة على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الغربيين في هذه الأجواء التي وصلت إلى حد التجمد على الحدود الروسية الأوكرانية باتت الأوضاع العسكرية والسياسية أكثر سخونة واشتعالا واسط توقعات بهجوم روسي محتمل على أوكرانيا وفي محاولة منها لاحتواء التوتر دعت كييف موسكو إلى سحب قواتها المنتشر على طول الحدود بين البلدين ومواصلة الحوار مع الدول الغربية إذا كانت ترغب جديا في احتواء التوتر وذلك بعد أن نشرت موسكو نحو 100 ألف من جنودها مع عتادهم الثقيل على حدود أوكرانيا على الجانب الآخر اتهمت روسيا على غرب بالتسبب بالتوتر بشأن أوكرانيا لافتة إلى أنها لا تريد أن تكون في وضع يتعرض فيه أمنها القومي للتهديد يوميا حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي وخارج هذه الدائرة أكدت تقارير إعلامية أن مجلس الشيوخ الأمريكي بات على وشك التوصل لاتفاق حول مشروع قانون ينص على فرض عقوبات من شأنها صحق اقتصاد روسيا حال دخلت قواتها أراضي أوكرانيا ومن بين العقوبات المحتملة تم التطرق إلى أنبوب الغاز الاستراتيجي نوردسترين 2 بين روسيا وألمانيا أو حتى إلى مدى تمكن الروس من إجراء تحويلات بالدولار يأتي ذلك فيما أرسلت دول الغربية عدة في الأيام الماضية وحدات جديدة إلى أوروبا الغربية بينها الولايات المتحدة التي وضعت 8500 عسكري في حال تأهب لتعزيز حلف شمال الأطلسي وفرنسا التي تريد نشر مئات الجنود في رومانيا قال أليكسي روليفا رئيس القسم الإعلامية لأسطول البحر الأسود الروسي قال إن مجموعات سفن الأسطول عادت إلى قواعدها في القرم ونوفورو سيسك بعد إنجاز تدريباتها في البحر الأسود وذكر روليفا أن أكثر من 20 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسي شاركت في هذه التدريبات التي بدأت في 26 يناير وتدرب البحر الروس خلال تلك العمليات على تنفيذ الاتصال والمحافظة على جهزية السفن وتنفيذ مهمات الدفاع الجوي ومكافحة الغواصات أكد الكريملين أن تلويح بريطانيا بفرض عقوبات على روسيا هو هجوم صريح على الأعمال الاقتصادية مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى زيادة التوتر في أوروبا وأضف الكريملين أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين سيرد على الولايات المتحدة والنيتو في الوقت الذي يراه مناسبا وكان كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية سايمون كلارك قد سرح بأن بلاده ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسية إذا أقدمت روسيا على أي عمل ضد أوكرانيا من جهتها أعربت وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس عن تطلعها لزيارة أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري وأكدت في تدوينة عبر موقع تويتر أن زيارة تأتي للإعراب عن تأييد بلادها لأوكرانيا وجاء ذلك ردا على تدوينة نشرها وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة لتوجيه الشكر لنظيرته البريطانية على ما وصفه بموقفها الحازم تجاه روسيا ترجمة نانسي قنقر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره إحدى ركاز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار خطة الوزراء لمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصرية والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمية فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمارات في التوادر البشرية وتوفير ورامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وكذلك تقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل أعلن الاتحاد الإفريقي أنه علق عضوية بوركينا فاسو ردا على الاستيلاء على السلطة في الرابع والعشرين يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارس كابوري وأعلن مجلس السلام والأمن التابع للتكتل أنه صوت لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل أعلنت الشرطة الألمانية مقتلى شرطيين إثنين أثناء قيامهما بعملية تفتيش مرورية روتينية بالقرب من بلدة قسل وأشارت الشرطة إلى أنها أطلقت عملية واسعة في جنوب غرب البلاد للبحث عن الجناة وقد قالت الشرطة أنها لا تعرف دوافع القتل وحثت تأسائق السيرات على عدم استحاب الركاب عبر السبيل أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوري جونسون أن حكومته تتجه لسن قانون جديد يتيح للمملكة المتحدة تغيير أو إرغاء قوانين الاتحاد الأوروبي التي ما زالت قائمة وأفاد جونسون على ذكرى مرور عامين على دخول بريكزيت محيزة تنفيذ أن الفوائد الناجمة عن الخروج من الاتحاد الأوروبي ستضمن للأعمال التجارية انفاق المزيد من أموالها على الاستثمار والإبداع وخلق فرص العمل كما ذكر جونسون أن قانون حريات بريكزيت الجديد سينهي الوضع الخاص الذي يحظى به قانون الاتحاد الأوروبي الذي عفى عليه الزمن على حد تعبيره وجهت الولايات المتحدة نداء مباشرا لكوريا الشمالية للانضمام إلى مفاوضات مباشرة حول برنامج بيونج يونج النووية والصاروخية من دون شروط المسبقة وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس بايدن إن الاختبار الأخير لكوريا الشمالية يزعز الاستقرار بشكل متزايد كما أنه يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتالي القانون الدولية يأتي ذلك بعد أن أجرت كوريا الشمالية أكبر تجربة صاروخية لها منذ عام 2017 حيث لا يعتبر الصاروخ خطوة أكرب إلى استئناف التجارب بعيدة المدى موسيقى موسيقى فاز رئيس الوزراء الاشتراكية في البرتغال أنطونيو كوستا في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس الأحد في البلاد وأوردت مصادر إعلامية أن تقديرات نشرت لدى الخروج من مراكز الاقتراع قد أظهرت تقدم الحزب الاشتراكي في الصدارة حيث حصل على 41.7% من الأصوات و117 مقعدا من أصل 230 وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة طلقت أمس على الرغم من العدد المرتفع حاليا للإصابة بفيروس كورونا داخل البرتغال كما تم سماحه للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي في المنزل بشكل استثنائي بمغادرة المنزل للتصويت أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات وأضاف جوتيريش أن نقاط الضعف المتعددة التي يعاني منها المواطنون في جميع أنحاء ميانمار وأثرها الإقليمية تتطلب استجابة عجلة مشددا على أهمية وصول الأمم المتحدة وشركائها إلى المحتاجين بهدف مواصلة العمل على أرض الواقع وكذلك أهمية تهيئة بيئة مواتية للحوار الشامل ترجمة نانسي قنقر أعلنت سلطات الإكوادورية أنها تراقب تقدم عملية معالجة تسرب النفطي وقع في غابات الأمازون ويهدد بتلويث النهر وأفاد مسؤول في وزارة البيئة الإكوادورية بأن تسرب نتج عن سقوط صخرة على خط أنابيب للنفط وأحدثت فيه كسرا ما تسبب بتسرب كمية هائلة من النفط ولفتت الوزارة إلى احتمالية أن يكون نهر كوكا الذي يمد عددا من مجمعات الأنهار بالأمازون بالمياه من بين مصادر المياه المتأثرة تواصل السلطات التايلندية مسعيها لمنع تسرب النفط الذي وقع خلال الأسبوع الماضي في شرق البلاد من تدمير الشعب المرجانية الهشة وكان مسؤولون في تايلند قد أعلنوا أن التسرب بدأ ينجريف نحو المزيد من المناطق السحلية وقال وزير الموارد الطبيعية والبيئية إنه من الضروري منع القتلة الرئيسية من النفط من الوصول إلى شاطئ أوبراو مضيفا أنه في حالة وصول التسرب داخل هذه المنطقة فسوف يؤثر على الشاطئ ويسبب أدرار جسيمة للشعاب المرجاني استضاف مجلس الوزراء اجتماعا للمجموعة الثانية من وفد مساعد أعضاء الكونغرس الذي يزور مصر حاليا لإطلاعهم على عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء تفاصيل مبادرة حياة كريمة وما تضمنته من تدخلات تنموية ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوى وجود الحياة لنحو 60 مليون مواطن في ريف مصر من جانبه أثنى وفد مساعد أعضاء الكونغرس على ما تتضمنته مبادرة حياة كريمة من منظور تنموي متعدد الأبعاد مؤكدين أن تنفيذ المبادرة بهذا الشكل سوف يسهم بشكل إيجابي في تحسين ظروف المعيشية لملايين السكان نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توجيه برنامج الدعم النقدي تكافل وقرامة لغير مستحقي نتيجة توجود أخطاء في قواعد البيانات وشددت وزارة التضام الاجتماعي على انتظام صرف برنامج تكافل وقرامة بشكل طبيعي لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المساجلين بالبرنامج وأشارت الوزارة إلى أن عدد المستحقين لتكافل وقرامة قد وصل إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسر وذلك بإجملية 14 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى مليار وستمائة ألف جنيه شهريا وعشرين مليار جنيه سنويا أعلنت وزارة الصحة وسكان أن حادث الحريق الذي نشب مساء أمس في عقار مكون من ثلاثة طوابق بحي الحسين أمام مسجد الحسين بمحافظة القاهرة أسفر عن إصابة 11 مواطنا باختناق وأضافت الصحة أنه تم الدفع بعشر سيارات إسعاف لموقع الحريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاجة والرعاية الطبية اللازمة لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء كما أكدت الوزارة جهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط منطقة وتوافر الأدوية والمستلزمة الطبية بها فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازمة لتقديم الخدمة الطبية للمصابين أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لمليون وثلاثمائة ألف مواطن بمحافظات الصعيد في محافظات المينيا وأسيوت وسهاج وقنى وأسوان وأوضحت الوزارة أنه تم عقد 250 ندوة تصقيفية ضمن أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر كما تم إطلاق القوافل الطبية والعادات المتنقلة للكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان كما أكدت الوزارة توفير فرق من الأطقم الطبية والتواصل المجتمعي لتنظيم زيارات للمواطنين من زو الهمم في مقرات إقامتهم بهدف تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا تستمر فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات وندوات الفنية والثقافية وللمزيد ينضم إلينا مراسل التليوزيون المصري من هناك رامي محمد أهلا بك رامي يعني ضعنا في أجندة الفعاليات الثقافية لهذا اليوم برحب بك وبكل متابعين من مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية حيث تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين واستمرار لإقبال المواطنين والقراء على الكتب من مختلف الفئات وايضا التنوع في الحضور الأسرة المصرية بأكملها حاضرة هنا في معرض الكتاب وايضا هناك عدد من الأنشطة التي أقيمت على مدار اليوم منها ندوى عن شخصية المعرض هذا العام وهي الكاتب الكبير يحيى حقي وبحضور ابنته أيضا الأستاذة نهى حقي وكان هناك حديث عن كيفية بناء الشخصيات داخل الروايات والكتابات الخاصة بالكاتب الكبير يحيى حقي هنا وأيضا وجود تقنية الهيلوغرام بحديثه ونصائح للشباب وحديثه عن كتاباته كانت هناك هذه الندوى في بداية اليوم أيضا هناك عدد من الفعاليات الأخرى التي يشهدها معرض الكتاب منها أيضا جولة واستمرار لمبادرة حياة كريمة هنا الخاصة بوزارة التضامر حضور من المفترض خلال الدقائق المقبلة حضور وزيرة التضامر دكتور نيفين لافتتاح أيضا عدد من الأنشطة الخاصة بالحملة بالوعي مصر تتغير هذه الحملة تشهد عدد من الأنشطة الثقافية لمختلف الفئات سواء الأطفال والقبار وأيضا هناك عدد من الفعاليات الأخرى منها أيضا الصور الأسباكية اللي بتواجد فيه الكثير من الكتاب والروايات وأيضا هناك عدد من التنوع للقاعات المختلفة حيث يتم الإقبال على أكثر من ثمانمائة جناح يمثلون أكثر من ألف كاتب هنا فيه وأيضا ناشر هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب هناك أيضا حضور للكتاب الرقمي والإقبال الكبير من الشباب على هذه النوعية وأيضا المتابعة بشكل كبير إذن واستخدام الذكاء الاصطناعي هنا لكافة الحضور هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعمل على جذب القراء بالفئات المختلفة والتنوع في الحضور عودة لكم مرة أخرى رامي محمد من مركز مصر للمؤتمرات والمعارضة الدولية حيث تنعقد الدورة الثالثة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات أكدت وزيرة التضامن الاجتماعيين بين القباج أن القيادة السياسية تحث على دمج المبادئ والقيم الصحيحة المبنية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتنشئتهم على السلوكيات الصحية السليمة جاء ذلك خلال ترأس وزيرة التضامن الاجتماعية الاجتماع الأول للجنة الوزرية بشأن بلورة مشروع دعم الأباء والأمهات نحو تعزيز التربية الإيجابية وتهدف المبادرة إلى تثقيف أولياء الأمور وتعزيز الوعي الصحيح في التعامل مع الأطفال والنشأ وإتاحة الاستشارات الأسرية اللازمة لأولياء الأمور خاصة في بداية حياتهم الزوجية وجهت وزارة التضامن الاجتماعي فريقة دخل السريع المركزي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية بشأن وجود مواطن بلا مأوى بمنطقة مزلقان محيدين بمحافظة بن سويف علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء الشديدة بسبب سوء حالة التقص وسوء التغذية كما وجهت الوزارة بسرعة بحث استغاثة مواطن مسنة بمحافظة الجيزة بشأن طلب علاجها وكذلك طلب إداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية نظرا لسوء حالتها الصحية وتقدمها في السن كما تم إداع مواطن مسن من ذوي الهمم بلا مأوى بشارع النحاس بمدينة طنطة بمحافظة الغربية بأحدى دور الرعاية لحمايته من مخاطر الشارع وسوء حالة التقص انطلقت فعليات التدريب الجوي المشارك المصري الفرنسي أمون 22 والذي يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية بمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الترازات ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتي تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين فضلا عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوية بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية وصولا لأعلى معدلات الاستعداد القتالية ويهدف التدريب أمون 22 لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكل البلدين صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريج الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل كدباط متخصصين بالقوات المسلحة التي تشمل الدفعة 2 أطباء والدفعة 2 متخصصين مختلط الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا الماجستير الدكتوراه دفعة يناير 2022 وصرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنصيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريج الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل كدباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2022 صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنصيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتباراً من يوم السبت الموافق الخامس من فبراير 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من فبراير 2022 وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنصيق القبول بالكلية العسكرية على الإنترنت تنسيق .mod.gov.eg اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير 2022 أكدت وزارة البترول أهمية الاستمرار في زيادة أنشطة البحث والاكتشاف وحفر الأبار بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعية وخلال النقاد الجماعيات العامة لشركات جابكو وعجيبة والفرعونية لاعتماد موازنتها أكد وزير البترول طارق الملة الاستمرار في تطبيق التكنولوجيات الحديثة واتباع أعلى معايير السلامة وحماية البيئة فضلاً عن العمل على ترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف والتأكد أو التأكيد على بعد التحول الرقمي كأحد أولويات قطاع البترول لدعم اتخاذ القرار أكدت وزارة الزراعة امتلاكها معامل معتمدة دولياً في فحص سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والنباتي كما أن صادراتها الزراعية تتغزو حالياً معظم أسواق العالم وخلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية بالرياض أشار وزير الزراعة السيد القصير إلى تحقيق مصر رقماً تاريخياً عام 2021 في الصادرات الزراعية حيث تجاوزت 5.6 مليون طن رغم ظروف جائحة كورونا كما استعرض القصير مع نظيره السعودي الإجراءات التي تتخذها مصر على صادراتها للخارج حيث تطبق المواصفات والاشتراطات الفنية للاتحاد الأوروبي وعلى هامش مشاركتي في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السمكية التقى وزير الزراعة سيد القصير بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر وخلال اللقاء استعرض الوزير أفاق الاستثمار في مجال استزراع السمكية في مصر وأطلع المستثمرين على حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة في هذا المجال خاصة بعد تهيئة المناخ الاستثمار والاستصلاح التشريعية وكذلك التفرى غير المسبوقة في مجال البنية الأساسية أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك اهتماما ودعما كبيرا من القيادة السياسية لملف ريادة الأعمال ودمج وتمكين ذوي الهمم وتوفير البيئة الداعمة لهم للاندماج بالمجتمع جاء ذلك خلال توقيع وزيرة التخطيط هالا السعيد مع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عادل بلال بروتوكول تعاون لإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة لرواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لإنشاء مشروعاتهم الريادية وإطلاق أول حاضنة متخصصة في هذا المجال في مصر انضمت مصر اليوم رسميا إلى مؤشر رجيبي مورغن للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين فقط بشرق الأوسط وإفريقيا منضم لهذا المؤشر وقد قالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 81% بما يمكن الصندوق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية وقد أضافت الوزارة أن انضمام مصر إلى المؤشر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصرية وقدرتها على التعامل المرن مع التحديات العالمية أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي نحو 741 و800 مليون جنيه وذلك وسط تداولات بلغت نحو 10 مليارات جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعيد مؤشر EGX 30 بنسبة 29 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 11490 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 70 بنسبة 77 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 2118 نقطة وصعيد مؤشر EGX 100 بنسبة 96 من 100 بالمئة ليغلق عند مستوى 3123 نقطة ارتفعت أسعار النصر تقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة حيث أدت الاترابات السياسية في شرق أوروبا والشرق المتوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات وأثار الخلاف بين روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا وقد ارتفع خام برينت القياسي 92 سنة ليسجل 90 دولارا و95 سنة للبرميلة كما صعد الخام الوسيط الأمريكي بنحو 99 سنة ليسجل 87 دولارا و81 سنة للبرميلة فقد العداد الأردني الكفيفة سهيل نشاش بصره بسبب وصفة طبية خاطئة حين كان عمره يصل إلى 14 عاما لكنه وجد عزاءه في ممارسة التمرينات الرياضية بدأ سهيل النشاش ممارسة الرياضة وخاصة رياضة العدو في ناد للمكفوفين عام 2010 ومع مرور الوقت أصبح أحد أبرز العدائين المكفوفين في المملكة الأردنية من النور إلى الظلام تحولت حياة هذا العداء الأردني بعد أن فقد بصره بسبب وصفة طبية خاطئة حين كان عمره 14 عاما في البداية كان يراود سهيل النشاش أمل في استعادة بصره يوما ما لكن العداء البالغ عمره الآن 38 عاما ذكر أن الأمر استغرق منه سنوات ليوقن أنه فقد بصره تماما أنا أثناء ما فقدت بصري كانت بالنسبة لي يعني ما بعرف من وين بدي أبدأ حياتي أو طريقي فما كان عندي شيء أني أصلا أملي فيه كل فراغي غير أني أمارس تمرين رياضية وكنت أبني جسمي بطريقة كثير قوية وما بعرف ليش ما كنت حط بالي ممكن أكون بطل فلما تعرفت على أول نادي للمكوفين وهناك قدرت أني أبدأ أطور رياضي أني أكون رياضي ومحترف وأمارس الرياضة من خلال اللعب لنادي ولمنتخب وغيرها بعد فقده البصر كان سهيل يشعر بالضيق ومعها تراجعت قدرته على الحركة لمخاوف أسرته على سلامته ومن هنا وجد عزاءه في ممارسة التمرينات الرياضية أنا بدأت أعرف أني أنا خلص بطلت أشوفه ما رح أرجع أشوفه بعد سنوات خلص أيقان تدريشي كان والدي الله يرحمه دائماً ما أعطيني أمل حتى أنا وأخوي دائماً نحكي أنه هو كأنه مصدر للأمل ويمكن لغاية الفترة هذه هو مهد من فترة بسيطة وهو عنده أمل أن أرجع أشوفه وبدأ سهيل النشاش ممارسة رياضة العدو في نادل للمكوفين عام 2010 ومع مرور الوقت أصبح أحد أبرز العدائين المكوفين في المملكة أنا لما تعرفت على المكوفين لقيت منهم كثير مش كثير متماكنين وأنا كان شخصيتي شوي قوية وزي ما تقول عشت التجربتين يعني عشت أني ما بشوف وعشت أني بشوف فكنت أحاول كثير أشياء أعرف أنهم مش عارفين يعملوها أنا أعلمهم إياها فصدفيت أنا شوي كليدر لإلهم يعني أنا شوي شوي بدأت أني أنا أكون عم بوجههم شوي شوي صرت أنا اللي عم بحرك شوي شوي اللي عم بساعد شوي شوي صرت أنا مسؤول فهيك كان الموضوع ويمثل سهيل حاليا نادي العطاء الأردني للمكفوفين وفاز بالعديد من الجوائز في بطولات محلية وإقليمية وعالمية بما في ذلك المركز الأول في آخر ماراثون ببيروت وعملا بالمثل القائل رب ضرة نافعة فقد فقد هذا الرجل بصرة لكنه أصبح بطلا بعدما كشفت له الحياة في الظلام موهبته في العدو تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير الراحل خيري شلبي كان خيري شلبي قرزير الإنتاج زادت أعماله على خمسة وسبعين كتابا ضمت العديد من الروايات والقصص القصيرة والمصرحيات والدراسات في الأدب الشعبي وأدب الرحلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها مجلس النواب العراقي يستعيد لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من قائمة المرشحين اليابان تستبعد فرض حالة الطوارئ في توكيو رغم ارتفاع إصابات كورونا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي شائعة توجيه تكافل وكرامة لغير مستحقية نهاية النشرة الثالثة من التلفزيون المصرية نشك لكم على طيب المتابعة ودنتم سالمين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة